في حديثنا من مصر اليوم نتذكر معكم صفحات من تاريخ ووقائع عاشها المصريون منذ سبعين عاما كانت بدايتها يوم 23 نوليو عام 52 الذي حول مصار أمة وأعاد رسم خريطة المنطقة نتحدث مع رجل من رجالات هذا الزمان الذين حفروا طرقا صعبة للعبور خارج الحدود لتصبح مصر قوة مؤثرة على ساحتين الأفريقية والعربية أيام عرفت مصر طريقها لقلب أفريقيا وقلب شعوب المنطقة بالعلم والخبرة والتعاون البناء حين انطلقت قوة مصر الناعمة إداعات بكل اللغات مراسلين سفراء مؤهلين لنقل رؤية مصر ونشر ثقافتها أيام انطلق فيها مهندس مصر وأطباؤها وخبراؤها إلى القارة الأفريقية من الكنغو إلى الصومال وإلى المحيط العربي من عمان إلى المغرب وفي كل عام يصبح تاريخ 23 يوليو مناسبة للمراجعة والتقييم أكثر من كونه مناسبة للاحتفال اليوم اخترنا أن نتوقف عند محطات مهمة في هذا التاريخ محطات ما أحوجنا لتقييمها والاستفادة من دروسها نتوقف مع صانع من صناع هذا التاريخ ومع رمز من رموزه الكبيرة شخصية مصرية تنوعت رحلتها بين العمل السياسي والدور الإنساني خبير ومفكر جليل لم يتوقف يوما عن العطاء والعمل الوطني المخلص في ذكرى 23 يوليو يسعدني أن ألتقي به في بيته بيت الأعلام المصرية العريق الذي شارك في وضع أساسه كواحد من أعمدته الكبار أهلا بكم اشتركوا في القناة